السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الأربعة 24 أيار مايو طبعا القمر اليوم موجود الآن بالسرطان في ساعات العصر تقريبا بده ينتقل لبرج الأسد يعني الساعة 22 و 34 دقيقة عصرا اليوم متقلب بكل شيء فعشان هيك بتكو تركزوا معي بشكل جيد عشان تعرفوا ايش بتكو تحذروا ايش بتكو تستغلوا في نفس اللحظة القمر زي ما حكينا موجود في برج السرطان بده ينتقل للأسد هو الآن موجود في منزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 6 من صباح اليوم الأربعة لينتقل لها منزلة الجبهة وهي منزلة للصلح والاتفاق مع الشركاء والضغط على العدو بما ان القمر موجود لغاية ساعات العصر في برج السرطان معناته منظل بنشعر بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الأمان إنه لأحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يظرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعابنا وشربنا لأنه بالفترة هاي بنشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام وعلينا التجنب انتقاد الغير نظرا لأن حسسيتهم بتكون في أوجها بوسعنا الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالعقارات وزراعة نبتة أو شجيرة لانتباه لأطفالنا قضاء وقت ممتع في البيت أو استئجار أو الاهتمام بالسكن بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية التزديس الإيجابية بين الزهرة وبين أورانوس وقلنا أنه هاي تأثيراتها لغاية واحد وثلاثين خمسة ذروتها يوم ستة وعشرين خمسة الساعة سبعة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاول أكبر كما بتكون شعبيتنا في تصاعد بتجلبنا سعادة غير المنتظرة وإمكانية خلق علاقات جديدة تبنى على المحبة والعفوية وبتشجعنا على الحب من أول نظرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهي مستمرة لغاية يوم 12 ستة بتعزز قدرتنا على القيادة وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة بتزيد من ثقتنا بنفسنا بتمنحنا الطاقة والشجاعة وبتدفعنا لفعالية والتأثير والقيادة على اللي حولنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين زحل وهي مستمرة تأثيراتها ليوم 28 خمسة طبعا بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية بنتصرف بحكمه من ثابر في أعمالنا أو مشاريعنا هذا الوقت مناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتتطلب التركيز ولإنجاز مضاربات أو أمور إلها علاقة بالعقارات وأيضا الأشخاص اللي بيشتغلوا بالمجال الصحفي أو السياسي اللي بدهم يتكلموا فهاي فترة ممتازة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وهاي تأثيراتها مستمرة ليوم تسعة وعشرين خمسة بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها بتزيد من طموحنا تمنحنا مواهب إبداعية وحب مغامرة والحاجة للمسئولية وهذا الوقت مناسب للعلاقات مع المحيط وبتسمح لنا بحل مشاكل وبتساعدنا على إعادة تنظيم أعمالنا ومشارينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديث إيجابية بين الشمس وبين نبتون وهاي اليوم آخر يوم لتأثيراتها بتعزز الخيال الخصب في مجال الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدس تمنحنا خيال خصب ومثالية وإلهام ومواهب فنية والميل للأحلام وقوة الحدس وبرضو بتجعلنا نشعر بالطمأنين الداخلية وبتخلقنا ظروف مناسبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين المريخ وبين نبتون وبرضو اليوم آخر يوم لهاي الزاوية منصير أكثر تركيز أو تركيزنا بصير عالي جدا لدرجة أنه ممكن نكشف أي شخص بحاول أنه يكذب علينا أو يخدعنا أو يستغلنا وبرضو بتدفعنا لحب المغامرة والتحمس لفكرة ممكن نحقق إنجازات علمية أو عملية وبتدفعنا للإثارة ولكنها ممكن تساعدنا أكثر للكفاح من أجل مثل العليا وهذا الوقت مناسب للشعور بالإطمئنان النفسي والإنجازات العملية الكبرى أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين الزهرة وبين زحل وتأثيراتها برضو ليوم 24-5 يعني اليوم آخر يوم لإلها وهي مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية الناجحة وبتضمن لك إخلاص محبوبك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وتأثيراتها مستمرة ليوم طبعا بيحقق البعض تقدم على حساب الآخرين يعني استغلال وناس يعني بتطلع كتاف بعض وتدفعنا للعنف بتجعلنا عدوانيين مزاجنا سيء بتسببنا خلافات في حياتنا الحميمية أو العلاقات العاطفية أو بين الأحبة وبرضو إلها علاقة بالمسائل المالية فعشان هيك المغامرات المالية ما مننصح فيها بهاي الفترة دون دراسة وبدون وعي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين المريخ وبين بلوتو وهي تأثيراتها مستمرة ليوم 29 خمسة هاي بتولد عنا اندفاعات مخالفة للصواب يعني برضو نوع من أنواع التهور وبتدفعنا للتمرد والتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة النظام السائد والقوانين وبتعرق لنجاحنا ومبادراتنا وعلاقاتنا وبرضو بتدل على مشاحنات عالية جدا على المستوى الدولي وإلها علاقة برضو عمليات تخريبية وتفجير والعنف اللي بيصير فيها العالم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين الشمس وبين زحل ومستمرة تأثيراتها ليوم خمسة ستة طبعا هاي الزاوية بتخلق مصاعب وعرقيلة بتحتاج منها ان نبدو الجهد أكثر والتصميم والإرادة عشان نقدر نتجاوزها بتجعلنا أنانيين وقاستيين وعنيدين وممكن نتعرضنا لصعوبات في إنجازات بعض المشاريع وإنعكاس وإنقلاب بأوضاعنا وعلينا مراقبة صحتنا لأنها مهددة بالإرهاق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع بين المشتري وبين بلوتو والنهاي مدتها شهرين من 224 إلى 22 ستة تأثيراتها طبعا هاي بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة للمستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير فعشان هيك بتكتركزه زي ما حكينا ما في داعي للمغامرات المالية وأيضا هاي بلنا إلها تأثيرات دولية على الأمور الاقتصادية العالمي والكساد والتضخم المالي وهذا حكينا فيه كثير بالحلقات الماضية أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم تأثيراتها وقوتها وهي اللي رح تتحكم بمشاعرنا وأسلوبنا وطبيعة تعاطينا مع الأمور أول زاوية هي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي تأثيراتها من الآن ولغاية صباح يوم الأربعاء بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أنه نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهي مستمرة برضو لغاية ساعات صباح يوم الأربعة من الآن لغاية ساعات صباح يوم الأربعة فهي زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو ابتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية اما التلفزة والسينما والابتكار والتكنولوجيا التصوير والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم ذروتها طبعا أول زاوي زاوي تتليث إيجابية بين القمر وبين نبتون ذروتها ساعة تسعة و11 دقيقة صباحا من صباح اليوم الأربعاء ولكن بتبدأ تأثيراتها من مساء الثلاثاء وبتستمر حتى مساء الأربعاء بتعزز الخيال الخصب يعني بدنا نحكي طول مدة الحلقة وزيادة شحطة كمان بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل وهذا وقت مناسب للراحة وبرضو بتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا بتمنحنا كفاءات وخصوصا للأشخاص اللي بيشتغلوا بالمسرح بالتلفزيون بالأمور اللي إله علاقة بالأمور لما بحكي أنا طول الحلقة يعني من بث الحلقة هاي للحلقة الجاي يعني كل هاي المدة التأثيرات للزاوية موجودة ما بين التتليث القمر ونبتون بعد هاي الزاوية اللي هو الساعة تسعة ووحد عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بيبدأ عنا خلو المسار ورح يستمر لغاية الساعة ثنتين واربع وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الأسد هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا زي ما شفتوا كلها زوايا إيجابية لحد الآن ولكن بتبدأ تأثيرات الزوايا السلبية والضغط من الزوايا السلبية تزيد كل ما اقتربنا لساعات الظهر الساعة ثنتين وأربعة وثلاثين دقيقة عصرا خلص القمر بيستقر في برج الأسد عشان هيك بيصير الناس منحولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من ناحيتين المادية والعاطفية بيصير التركيز عنا يعني حول الاستمتاع والترفيه تبادل العاطف مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناع حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية شفتوا بلشت الزوايا السلبية تظهر على الساحة زاوية التقابل السلبية هاي بين القمر وبين بلوتو رح تكون ذروتها ساعة ثلاثة وثلاث دقائق عصرا من عصر الأربعاء بتبدأ تأثيراتها من يعني من ساعات الفجر تقريبا أو من منتصف الليل ولكن بتبلش القوة تعتزاوية من ساعات الفجر وبتستمر حتى صباح يوم الخميس بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بنصير نهتم أكثر أو بصير عندنا اهتمامات أكثر بالأمور الخفية والأمور الغامضة بتقوي من شهوانيتنا بشكل كبير فعشان هيك بتكون تحذروا من أي تهورات أو مبالغات بالأمور اللي ذكرناها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهي ذروتها الساعة ستة واثناشر دقيقة مساء من مساء الأربعاء تأثيراتها بتبدأ من فجر يوم الأربعاء وبتستمر حتى صباح يوم الخميس يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا بتجعلنا يعني بتخلينا نشوف المشاريع اللي تطرح علينا بحجم أكبر من حقيقتها فعشان هيك مننخدع ونخسر منثق في وعود غير واضحة بنقبل باقتراحات غير منطقية عشان هيك بدك تكون متيقظ بكل هاي الأمور وأيضا متيقظ من نفقاتك بدك تجنب الإفراط في الأكل لأنه برضو الإفراط بالأكل بالفترة هاي بسبب عسر هدم أو تخمة يعني برضو دير بالك من النصابين والمحتالين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون ذروتها ساعة 27 دقيقة مساء من مساء الأربعاء طبعا برضو تأثيراتها من ساعات الفجر ولغاية ظهر يوم الخميس تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فبنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لإستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب تجعلنا عدوانيين كثيرين الصبت وبرضو مبغضين للنساء وبتزيد من خيالنا وبرضو بتدفعنا لأقصى حدود العصبية والحدية وبرضو الخيال لدينا بشتح كثير وبتسبب لخصومات خصوصا مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أن نأخذ قصة من الراحة لأن هذا التحويل أو هاي الحركة مضرة جدا للصحة وخصوصا على المستوى النفسي أما بالنسبة للزاوية التي تليها واللي هي شوي بتلط في الجو هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس وهي ذروتها ساعة تسعة وثلاثين دقيقة مساء من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت تأثيراتها بتبدأ من صباح يوم الأربعاء وبتستمر حتى ظهر يوم الخميس نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء في مراجعات طبية أو الاهتمام بمظهرنا وشكلنا صحتنا بداية بالعقل ومنصبح أكثر قدرة على سيطرة على مشاعرنا هاي الزاوية بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية ولكن دون فرض الراي ودون العصبية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية ذروتها رح تكون صباح يوم الخميس اللي هي تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد رح يتكون ذروتها الساعة 10-11 دقيقة صباحا من صباح الخميس ولكن بتبدأ تأثيراتها من ساعة مغرب الأربعاء وبتستمر حتى مساء يوم الخميس بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي الطباع وبرضه بتخلي هاي الفترة مصدر للتوتر وخصوصا يعني إذا كان الشخص متعب وهاي الشغلة بتعمل زيادة ضغط نفسي فممكن اتعرض البعض للحوادث وبعض الأشخاص ما بيحسنوا التحكم في أفكارهم وكلامهم وذاكرتهم فعشان هيك بتكون ردات فعلهم عصبية ومتسرعة بالنسبة 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 للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية هذا اليوم طبعا عنا من الآن ولغاية ساعات العصر المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب والصفاق والجهاز اللي مفاوي وحضم الصدر هدولة الأكثر حساسية عشان يقولنا أنه اليوم برضو لا يصلح لعمليات تكميم المعدة وأيضا العمليات اللي لها علاقة بالثدي اللي عمليات التجميل فعشان هيك حاولوا قدر الإمكان تأجلوها لغاية يوم الغد بيكون أفضل لأنه بيصير مناسب للتجميل أو أيام مناسب للتجميل دون مشاكل من ساعات العصر طبعا بصير عنا الأعضاء الأكثر حساسية القلب الشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان هدولا بيصيروا أكثر حساسية من ساعات ما بعد العصر طبعا كل الأعضاء اللي ذكرناها هاي ما بنصح أنا بالعمليات الجراحية الكبرى لها ولكن عمليات صغرى ما في أي مشكلة وبالنسبة لأمور القلب يعني قسطرة أو أمور إلها علاقة بالعلاجات أو أخذ العلاجات أو الفحوصات ما في أي مشاكل بالنسبة لعمليات التجميل طبعا أي شيء له علاقة بعمليات التجميل اليوم إلا الأمور اللي تتعلق زي ما حكينا بالمعدة أو بالثدي هدول ما بنصح فيهم أما باقي الجسم ما في أي مشكلة إلا إزالة الشعر بالليزر برضو اليوم هذا لا يصلح لهاي الأمور يصلح لطريقة تقليدية هو ما رح يعمل أضرار ولكن ما رح يعطيك النتائج المرجوة وإحذروا مع عمليات التجميل إنها ما تكونش في فترة خلو مسار وأيضا هذا اليوم يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما إنه رح ينتقل برج الأسد معناته خلو المسار القادم رح يكون يعني تقريبا الساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت من صباح يوم الجمعة ورح يستمر حتى الساعة ثلاثة وخمس دقائق صباحا من صباح يوم السبت يعني عنا قرابة الواحد وعشرين ساعة خلو مسار من جمعة للسبت فعشان هيك حاولوا تنجزوا كل الأعمال الضرورية والمهمة بدون يوم الجمعة عشان ما يكون فيه فشل بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره خمس أيام فيه تمام الساعة ستة وست عشر دقيقة صباحا بصير ست أيام نسبة الإضاءة بتصير خمس وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة ومية القمر في السرطان وبدينتقل للأسد ورح يظل في الأسد ليوم سبعة وعشرين 5 سعيد الآن بنسبة 60 في ساعات منتصف الليل بصير سعيد بنسبة 30 ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15 سعات الظهر بصير منتحس بنسبة 25 في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 50% عطارد في الثور حتى يوم 11-6 سعيد بنسبة 45% الزهرة في السرطان حتى يوم 5-6 سعيد بنسبة 30% المريخ في الأسد حتى يوم 10-7 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 30% زحل في الحود حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% ونبتون في الحود حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 11-6 منتحس بنسبة 30% طبعا على السريع حطيتوا لايكات والديسلايكات والكبسات وكبستوا على الأمور بسرعة بسرعة يلا انزلوا انزلوا عشان ما طولش عليكو وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات العصر بتنهمكو بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة اهم اشي انكم ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على اي شخص من افراد العائلة حاول تمسك اعصابك ما تتوتر ما تتحسس برضو بوسعك ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنك خصص فترة لا بأس فيها من وقتك لا الاهتمام بمتطلبات العائلة او الشؤون العائلية ممكن يكون صلحة لقاء حوار اشياء من هذا القبيل في بعض الضغوطات ولكن اهم اشي انك ما تتسرع وما تبذر اموالك ايضا من ساعات الصباح من ساعات العصر بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم باحبائكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفرجات وتطمينات ورومانسيات والاجوة بصير سعيدة وحلوة وممتازة ولكن برضو بدون فرض وجهة نظركم وبدون العصبية وبدون الكلام الجارح مع الاحبة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ولكن بتكونوا اكثر صبرا على الطرقات وحاولوا اثناء حركتكم تنتبهوا من الاصابات يعني تروح لانت ضرب كرسي بزاوية بباب تضرب اسبعك تجرح حالك توجع ظهرك يعني هاي الامور بدك تنتبه منها بشكل كبير بظل اليوم هذا مناسب لاجتياز امتحان بتتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية كبيرين وعندكوا دافع عن انك تعمل اي شيء اليوم العلاقة بالاتصالات والحوارات والنقاشات ولكن بدك تناقش بليونة ودبلوماسية بعيد عن الكلام اللاذع والجارح وما تتسرع ما تنطلق كثير يعني يعني بدك تنتبه لكلامك اليوم ممكن يكون لك لقاء او اجتماع او عمل مهم بتتخذ من خلاله بعض القرارات المهمة ولكن بدك تركز انك ما تتسرع في ساعات العصر بصغير الاهتمام له علاقة بالامور البيتية والعائلية والشأن الداخلي ممكن يطرق عطل منزلي او حدث عائلي يلفت انتباهك اكثر برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بيظل التركيز على المكاسب المالية واليوم برضو بتظل في فرص لمكسب مالي بيجي من عمل اضافي ومنكو اشخاص ممكن يستردوا اموال بتعودلهم او يحصلوا على هدية او على دعم او يرتبوا امور مالية ولكن بدكوا تخففوا من النفقات الاشخاص اللي عندهم مشكلة عاطفية ما يروحوا يتفششوا بالشراء والنفقات والامور هاي ممكن عندكو قدرة اليوم برضو على التفاوض والمساومة وعندك نشاط عالي جدا بالاتصالات وبالحركة والنقاش والحوار يعني من الصباح بتحس انه الاجواء عندك طاقة قاعدة بتجيك عالية جدا من ساعات العصر بتتعزز هاي الطاقة اكثر فاكثر على مستوى النقاش والحوار امتحانات سيارات اجهزة الكترونية المطالبة بحقك تمارس صلاحياتك يعني الاجواء جيدة وواعدة ولكن بدك تنتبه من نصريفك من النصابين من المحتالين وايضا اثناء قيادتك للسيارة وخصوصا من ساعات العصر او اثناء حركتك من الاصابات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا انتو عندكو طاقة وحيوية عالية جدا وقدرة على انجاز الكثير من مشاغلكم اهم اشي انكم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ممكن تحقق انتصار او تظهر مزايا رائعة بتلفت انظار الجميع فترة ايجابية فبدك تستغلها اللي الطاقة ما زالت موجودة والحيوية موجودة وممكن اليوم يجيك دعم خارجي او تهتم ببعض المسائل المالية من ساعات العصر بتكثر هاي الامور وبتزداد اكثر فاكثر فبتركز على الوضع المالي بشكل كبير وممكن تحصل على بعض الامور اللي كنت تنتظرها بالايام الماضية ولكن بدك تبتعد عن المشتريات الغير ضرورية وتحرص على مالك من السرقة او الضياع او المحتالين نصابين السفلة الوسخين اللي بيستغلوك وباخدوا فلوسك وبضحكوا عليك فدير بالك برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا التعب ماضى لسه مسيطر علينا وراح يظل مسيطر علينا لغاية ساعات العصر فعشان هيك الاجواء شوية بتحتد عصبيتنا حديتنا تقلب مزاجنا فيعني مزاجنا معاكو يعني معاكو 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 والله معاكو فعشان هيك يعني بدنا هيك نكون هاديين نحاول نمشي الامور بشكل روتيني مشي هاليوم على خير وبركة هيك ننتبه للوضع الصحي ما نروحش نتفشش بالاكل وباشياء ما منعرفش ايش شي بس هيك روب من الواقع ممكن ان بعض موليد برج الاسد يشعروا بتراجع صحي الله يستر من ساعات العصر الاجواء بتصير مشحونة بطاقة عالية جدا فبصير عنا حيوية ونشاط ومنمتلق طاقة غريبة جدا بتعزز امور كثيرة فبتقلب بعض الخيارات والتوجهات لشكل بناسب وضعنا كل واحد على حسب وضعه يعني انت عارفين يعني بنصير نتمتع بقدرة على قلب المعطيات لصالحنا لا هاي احنا شاطرين فيها بنقلب كل اشي لصالحنا يعني عادي هيك طبيعتنا ما شو ننسوي يلا الله يوفقنا برج العذرة بالنسبة لما وليد برج العذرة طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء ومنكو اشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن بتكون تتجنبوا انتقاد اي شخص اليوم يعني في فرص مناسبة لحشد التأييد والدعم والتواصل والحوار او الاستعانة بالاصدقاء والمعارف لانجاز بعض الامور ولكن حاول انك ما تتخذ قرارات حاسمة وحاول انك تنجز كل الاعمال الضرورية والمهمة لغاية ساعات الضهيرة اما من ساعات العصر فبدك تنتبه لانه خلاص يعني القمر بدي يصير في بيت متعبك فيعني بدك تدخل لفترة غير مريحة تلزمك الانتباه اكثر لصحتك اهمش انك ما توقع على عقد ما تحسن امر وانتبه لطاقتك ولصحتك ولعصبيتك وردات فعلك ورتب امورك بشكل جيد على اساس انه ما تتخذش قرارات وتعمل بشكل روتيني برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم اثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم وبظل هذا اليوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا برضو بينجحوا بتعزيز العلاقة مع المسؤولين ولكن ما تتغيب عن عملك وفي نفس اللحظة ما تغامر بسمعتك واذا عندك مقابلة حاول انك تكون مركز عشان ما تتسرعش برضو يعتبر هذا بيت السمعة فعشان هيك بدك تنتبه من بعض الامور اللي الها علاقة بالتسرع او انك تشوه سمعتك في بعض الامور اللي الها علاقة بالعائلة او احد افراد العائلة موتريتك هاي فاضبط اعصابك من ساعات العصر الاجواء بتصير ممتازة جدا تنشطوا بين الاصدقاء منكم اشخاص ممكن يشارك في حفلة او مناسبة سعيدة الحوار والنقاش برضو جيد والاستعانة بالمعارف برضو ممتاز جدا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوا في مسائل الها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والحوارات والنقاشات وبظل هذا الموضوع شغال معاكم وماشي اموره تمام لغاية ساعات العصر ولكن بتكونوا اكثر صبرا اثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة تضبط اعصابكم من العصبية والحدية وردات الفعل السلبية ممكن تفرحوا لانفراج مسألة ضاغطة فترة ايجابية وجيدة ومنعشة للعلاقات للتحالفات ولكن بتكونوا تحذروا من المتاعب والوعكات الصحية لانه في بعض التقلب على المستوى الصحي وخصوصا ان القمر بتجه للبيت العاشر وحاول انك ما تدخل باي صدام مع الاحبة من ساعات العصر بتكونوا تحافظوا على سمعتكم على مصالحكم الاجتماعية فترة مناسبة للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بتكونوا تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء حاولوا قدر الامكان لا تجازفوا ولا تغامروا وامسكوا لسانكوا برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هنا بتتهيأ الفرص كلها لبعض الأمور المالية المشتركة ممكن اليوم تحصل على مال أو تهتم بقرض أو ترتيب وضع مالي أو دفعات ولكن دير بالك من النصابين والمحتالين وإنك تدخل بمجازفات مالية تكون مش لمصلحتك عشان هيك بدك تركز بشكل جيد بدون أي تسرع صحيح أنه فيه أجواء جيدة لبعض المكاسب أو الدعم من بعض الأطراف لا إلك أو تأجيل بعض الأقصات أو ترتيب وضع مالي ولكن ما تتهرب من المواجهة وبرضو في نفس اللحظة ما تغامرش زي ما حكينا بأموالك وفي بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة من ساعات العصر بتنشطوه في مسائل السفر والعلاقات مع الأجانب الاتصالات البعيدة أهم شيء أن تكونوا أكثر صبرا ووعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن وتمسكوا أعصابكم أثناء الحوار والنقاش لأن الحدية عالية جدا عندكم برضو الأجواء زي ما حكينا فيها كثير من الإيجابيات ولكن لابد إلا أني أنبه للعصبية وماشي برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي طبعا بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة وبتقدروا أنكم تبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاكم سواء بالعمل أو العاطفة الأجواء جيدة وداعمة للمصالحات والتقارب والعمل المشترك ولكن زي ما حكينا أنه الأجواء ضاغطة يعني فيها عصبية وحدية وردات فعل ونقاشات ما إلها داعي ما بينكم بين أحبائكم أو أزواجكم أو شركائكم بالمال فعشان هيك هاي الفترة متوترة أو فيها نوع من أنواع التوتر لأن القمر ما زال موجود مقابلك فطاقتك ضعيفة بدك تنتبه برضو لصحتك انتبه لغذاءك وردات الفعل من ساعات العصر طبعا هنا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة بتقدر تنجزوا كل واجباتكم بشكل قوي جدا حاولوا تنفيذ كل الأمور المالية لأنه كلها رح تتركز في ساعات العصر ما بين دفعات أو مطالبات أو ترتيب وضع مالي حسابات يعني الأشياء اللي إلها علاقة بالمال أو حتى الطالب بحقوقها ولكن لا تدخل بمجزفات مالية واحذر من الأشخاص اللي ممكن يستغلوك ماليا برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر الآن بده يصير مقابلك يعني بتجه الآن باتجاه المقابلة فطاقتك بدأت تنزل فبدك تنتبه بشكل كامل على الأمور الصحية هذا واحد اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات العصر بيبدأ العمل يتراكم عندك تجد أنه أنت ما إلك نفس تشتغل ممكن بدك تنسحب من العمل ما بدك تعمل أو يعني بتمشي الأمور تمشاية هيك لأنه مش جايع بلك تشتغل لأنه الطاقة بلشت تنزل حاول إنجاز ما بوسعك من عمل دون إهمال صحتك وعملك حاول تعمل بشكل روتيني ولا تدخل بأي مواجهات مع زملائك بالعمل تكثر عندك اللقاءات والاجتماعات ورغم هذا الضغط اللي موجود عليك فعشان هيك بدك تركز بشكل جيد وما تتخذ قرارات وما تفقد أعصابك من ساعات العصر هنا القمر بصير مقابلك تماما فترغبوا بماشي في تعزيز شراكاتكم سواء العاطفية أو اللي لها علاقة بالعمل ولكن بدك تكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم محاذروا من الخلافات وحاولوا برضو إن كما الضخم الأمور برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتظل الرغب قوي وعلي جدا للتواصل أو التقارب مع أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ولكن زي ما حكينا في ضغط حاول إنك تتفهم وجهة نظرهم ما تبالغوا بطلباتكم منهم ما تحاول تفرض سيطرتك عليه وما تنتقدوا حاول إنك تمسكيك عشان تكون مرن أنت وتمشي الأمور بالاتجاه الصحيح ممكن اليوم يكون فيه إنجاز أو انتصار أو نمو بعض العلاقات أو ازدهار لبعض العلاقات إذا التزمت بالكلام اللي أنا حكيت لك بتكون الأمور ممتازة جدا جدا ممكن تهتم بمسألة بتتعلق بأحد الأبناء أو أحد الأحبة أو تمارس هواية أو تجميل أو تنطلق أو تغني أي شيء من ساعات العصر القمر هنا بدينتقل للبيت السادس فبتكن تنتبهوا لصحتكم أكثر تنتبهوا لأعمالكم لأنه ببدأ العمل بالتراكم أكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم إلا أنه ممكن يبادر أحد الزملاء بمساعدتك بشيء ولكن أنت ما تدخل بخصام أو جدال مع زملائك حطيته لايك وديس لايك ولكبسته على الكبسات زي ما طلبت منكم أقول لكم اللي كبس واللي سوى الأشياء هاي الله يرضى عليه الله يبارك فيه الله يعطيه لا يرضيه وشكرا لكم وبارك الله فيكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر